قام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بافتتاح أعمال تطوير تجمع أبو يوسف بمنطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويض ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال شوشة إن أعمال تطوير شملت رفع كفاءة 19 منزل لفتن إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية من بينها المرحلة الأولى من محطة تحلية المياغر بمدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم لتغذية تمدن العريش والشيخ زويد بمياه الشرب